الابراش اه جدي انا اليوم هاي ضحكي جديدة هاي يعني تواصي زين سعيد شون السعفة واضح انه الاجواء رائعة جدا عندك ومنسة من الهواء شون يعوف السوال في عافل عافل اه ما بدي بطن للعب اول اشي يعني انتو شايف الوضع العام اي صحيح يعني عطارد بتراجع البورسة نزلت اسعار كل شي نزل عنا بطلع اه عادي سيارات بتخرب حوادث كثرت شغلات مفاجئة بتصير جو ما شاء الله باخد العقل هو اليوم الحمد لله حلو لا الحمد لله اصبروا والله هو الحمد لله لحد الان بس اكسبوا من اللحظة هاي من الجو لانه جايكو اشي مفاجئ شوف سعيد احنا نحاول تكون ايامنا دائما تفاؤل تفاؤل احنا منتفاؤل الحمد لله الجو حلو ورح تطلع الشمس كمان ونلبس نسكم اي طبعا تطفي الحرارة الحرارة النار الجهنم الشوي هاي بروضة على يعني كلنا رايحين عن النار ما خلاص يعني يعني سعيد انت بابا تحسسين انه انا كلش خانكتك هنا انا لا لا حلو الجو بنزل وزن الواحد الحمد لله يعني بدلا نروح نشترك في نادي نعمل ساونة و اي طالوا يهمين انا اه فيعني الامور كلها ممتازة عطارد عنا بتراجع عمل كل هالمصائب هاي اي اي اجه المشتري طبعا كوكب الحظ صار يتراجع فعدم الشغلات كلها هاي رجع عمل زاوية تربيع نفسه برضو هو بتراجع وعطارد وهو بتراجع برضو عمل زاوية تربيع اه فيعني امور الحمد لله حلوة زين قولي سولفي على حركة الكواكب هسا بعدهم دا يتراجعون له اش صار بالدنيا لا هدول بتراجعوا لسه عطارد لخمسة وعشرين شهر بظل يتراجع هذا الشهر اه اوكي المشتري طبعا لشهر خمسة بظل يتراجع هي شوفي سيف ذو حدين سيف ذو حدين ليش؟ لانه اول اشي هو بتراجع يعني هو مر من عند ابراج او درجات عشريات معينة كانت الزوايا سلبية ما استفدوا منها صار يتراجع يرجع لورا هسا بيرجع مرة ثانية يمشي لقدام بعد شهر خمسة يعني اللي ما كسب من حظه في الاول يكسب من حظه ان شاء الله في المرة ثانية ولكن بدهم ينضغطوا له خصوصا موليد برج العذراء هذول اكثر ناس هينضغطون هينضغطوا بالفترة هاي مزان طبعا ماليا الاسد رح ينضغط منها الحوت رح ينضغط من ناحية الشراكة والامور اللي زي هيك مزان فهاي يعني كل برج على حسب بيته ايش هو بس عيد حديتهم كمشتري وعطارد لما يتراجعون سوا بنفس الوقت هو يعني طبعا بعمل كثير كثير مشاكل زين يعني ان شاء الله نقولك انه توزيعت الكواكب جايب انه بتغطي تقريبا ست بيوت أساسية من اصل اتنا عشر يعني خمسين في المية من اللا كل واحد كل برج في عنده ضغط في حياته فبتلاقي الناس مثلاً بتنضغط على الأشي اللي له علاقة بالالتجارة علاقة بالشراكة علاقة بالعاطفي علاقة بالهاد فبقلك انا بكل اشي تعبان هو فيه أمور يعني بيكون ركز على ست بيوت أساسية وست بيوت الثانية لأنه هو ما انتباهلها من كتر الضغط ما بحس في إيجابيتها فهذا بالنسبة للحركة الإجمالية اللي احنا حسنا فيه في الفترة الماضية هاي حسنا بالنسبة للأسبوع هذا فيه عندنا أهم تحرك اللي هو عندنا تحرك الشمس اللي راح تنتقل من برج الجدي طبعا بدا تروح لبرج الدلو هنا متاع برج الدلو بتختفي تدريجيا يعني من يوم عشرين واحد الساعة تقريبا خمستاش ونص يعني نحكي بالساعة خمسة ونص توقيت عمان ستة ونص توقيت البغداد بالمساء بنتقل لبرج الحوت وهنا منقدر نحكي انه احنا لبرج الدلو فمنقدر نقول لبرج الدلو كل عام انتم بخير ومنقول لبرج الحوت الله يكون بعنكو على شهر لهو ثلاثين يوم انه الشمس راح تكون موجودة في بيت المتاعب طبعا في حال انها هي كانت في برج الدلو أكثر الأبراج اللي راح تتضرر من موجودها يعني بكون الضغط عليها كامل درجة اولى الحوت درجة ثانية بكون الأسد لأنه بكون الدلو هو مقابل للأسد فالشمس بتسحب من الطاقة اللي موجودة عند الأسد واللي بدهم ينتبهوا على صحتهم طبعا سلاح ذو حدين لموليد برج العذراء يعني بيعزز أمور اللي إلها علاقة بالعمل يعني اللي بيبحث عن عمل أو ممكن يترقى في عمل يدخل بتجارة ينجح فيها ولكن في المقابل بده ينتبه لصحته لأنه ممكن أنه طاقة الصحة تكون عنده مش مزبوطة طبعا الشمس مجرد ما أنها دخلت على الدلو على طول بيحس الواحد أنه فيه تحسن بيصير على الصحة تدريجي لموليد برج الدلو لبرج الدلو وبتكون فترة مريحة جدا لهم هسا وجود الشمس في برج الدلو يعني أثارها إيجابي كثير على الأبراج الهوائية والنارية بشكل ممتاز نعم بالنسبة للأبراج إجمالا يعني كل الأبراج كل واحد فيهش بيستفيد من تواجد الشمس في الدلو الحمل طبعا بنشطه بالاجتماعات بتعرفه على صدقات جديدة الثور بيستفيده في مجال العمل خاصة اللي بيبحث عن عمل ممكن يعمل اللي بيعمل ممكن أنه يعزز علاقاته بالمسؤولين يعني ممكن يترقى همانا آه ممكن حلو وممكن يصير علاقة جديدة أو ممكن ينعرض عليه عروضه جديدة في العمل تمام كل زي أما بالنسبة للجوزاء بنشطه بالسفر وبالاتصالات البعيدة منهم طبعا اللي ممكن يسافر لدولة ثانية ممكن يجي ضيوف من بره ممكن اتصالات اصطرات تصدير اللي عنده مثلا مذايق في أمر معين طبعا بعد 25 أنا بنصح له بعد وقف عملية تراجع وطارد مثلا إله حقوق على الناس دي يرفع قضية بعد 25 بيقدر يرفعها وهي بتكون فترة مناسبة لعيله أن القضية تكون لصالحة أما بالنسبة للسرطان بحصلوا على مبلغ من المال من شراكة أو من تعويض بالنسبة للأسد بعززوا شراكتهم في العمل وفي العاطفة بس بدهم يديروا بالهم أنه صحتهم برضو على المحك بالنسبة للعذراء تتاح الفرصة لمن يبحث عن العمل ويعززون علاقتهم مع الزملاء الميزان يقف الحظ في صفهم عاطفيا وماليا وفرصة مناسب للنساء لدخول في الحمل حلو لا مش كل النساء يعني صحة صحة بالنسبة للعقرب طبعا بيستفيدوا في مجال السكن والعقرات ويعززوا الروابط العائلية لو سمحت يعني ممكن تشتري شقة ممكن يعني هسا طالع أشوف ممكن تطلع طابوقة طابوقة قال يهس رايحة بس أخلص البرنامج إن شاء الله طبعا بالنسبة للقوس ينشطوا في عملية السفر والاتصالات والتنقلات اللي بدرسوا مثلا دراسات اللي هي مش الجامعية الأكاديمية إذا كان عندهم امتحانات طبعا احنا بالنسبة للأردن انتهت الامتحانات فيعني أجت في الوقت الضايع بالنسبة للتوجيه بالنسبة للجيدية تتاح الفرصة لمكسب مالي من عمل إضافي أو ممكن أنهم يستردوا ما البعود لهم الدلو ببدأ التغيير الإيجابي في أكثر المجالات ولكن بصورة تدريجية حتى حلول عيد الميلاد يعني بشكل تصاعدي بتحس بالتحسن ولكن عند عيد ميلادك تشعر أنت بفايدة الشمس إنها كيف وصلت لعندك أما بالنسبة للحود يعني هم أكثر المتضررين بدهم ينتبهوا لصحتهم وبدهم ينتبهوا أن هذه الفترة غير مريحة لا نفسيا ولا جسديا هاي وعلى أساس بارحة يعني سلطان وصاني قال لي آيات فدوة بس قولي السعيد خلي يتوصاننا بالحود قلت له إن شاء الله خير نعم بلش يحسوا أساسا بالضغط أنا قلت له أصلا أنتم مرتاحين ما بيكو شي فواضح طبعا عطارد إحنا نواهنا إنه بتراجع ومازال بتراجع في برج الجديد راح يضل يوم 25 المشتري بتراجع في العذراء راح يضل شهر خمسة زحل موجود في القوس الزهرة في القوس حتى مساء يوم السبت 23 بعدين من القوس بتروح للجديد وانا طبعا بالانتقال هات بيخفف شوي على العذراء اللي حكينا إنه الصحة عندهم بدهم ينتبهوا لها وبتفتح مجال كبير طبعا الأسبوع الجايب ما إنه 23 في يوم الأحد إن شاء الله منحكي عن أهم الدرجات والتحركات والتحركات وشو الفائدة من من الزهرة وخصوصا إنه بتيجي 23 قريبة من 25 فهي الفترة مناسبة إنه نحس بإيجابيات الزهرة المريخ ما زال موجود بالعقرب راح يظل موجود هذا اللي بأثر طبعا على الضغط العصبي العصبية الحساسية عادي هذا بسألنا؟ هذا العقرب أو العذراء؟ لا هما هو أساس المريخة نتكون في العقرب زين وهذا ضغط على كل الأبرج هذا بضغط على كل الأبرج بس تأثير أساسي خصوصا العصبية لجنونها لا تمامي هاي سألو أورانوس ما زال موجود في الحمل وراح يظل طبعا هذا مطول للألفين وثمانتعش بلوته في الجدي برضو مطول كثير كثير هذا لسه نبتن أكثر واحد راح يطول هذا لسه يعني بعد الألفين واربع وشرين ها أوكي حلو أما بالنسبة للزوايا الفلكية الخطيرة جدا جدا خلال هذا الأسبوع طبعا أنتوا صرتوا فاهمين الأسلوب اللي أنا بحكي فيه نحن أنا بشرح شو الكواكب هاي ماهيتها شو وضعها لما تعمل الزاوية أنتوا لحالكوا بتطلعوا بالنتائج وبتلمسوا النتائج في الفترة الجاي طبعا عندنا يوم الاثنين الساعة خمسة وعشرة صباحا في زاوية بين الزهرة وبين المشتري زاوية التربيع طبعا الزهرة هو كوكب جمال كوكب حض والمشتري نفس الشيء بدهم يعملوا زاوية التربيع الزاوية هاي زاوية سلبية بدوين عكس الأمر على الأمور اللي إلها علاقة بالفن إلها علاقة بالجمال إلها علاقة بأي شيء فيه حساسيات ومشاعر وعواطف وأفكار وكل الأمور النفسية هاي بتيجي بالعكس بالعكس أوكي فهاي يوم خمسة عشرة هاي يوم الاثنين هاي يوم الاثنين اه ساعة خمسة وعشرة فهونا بدهم اللي عنده مشكلة مع حبيبته أو واحدة مشكلة مع حبيبها تأخذ إجازة قبلها بيومين وبعدها بيومين وما تقربش عليه وما تحكيش معاه وتقول له معلاش أنا مسافري وتحط راسها وتمام هاي هو ولي عندهم مشاكل في البيت ولي عندهم مشاكل مش عاملين يعني مشاكل مشاكل مالية ونصب شغلات زي هيك يعني ديروا بالكواب احنا ما بدنا نخوف كوي أوكي إن شاء الله خير لأنه في اللي وراها بتخوف أكثر أما بالنسبة ليوم الأربعة ساعة 18 و25 في زاوية تربيع راح تصير ما بين عطارد اللي بتراجع مع أورانوس كوكب الانقلابات والثورات والشغلات المفاجئة ثواني انت قلت 25 يوقف شو كتها هذا يوم الأربعة في خلال الأسبوع ها بخلال توقف ويعني اه لا مهم في أحلى منها ها إنه يوم الأربعة ويوم الجمعة عطارد برضو بعمل زاوية اقتران مع بلوتو يعني بدو يصير جاي مع كوكب عنف عطارد بتراجع ما قمت نحسو بدو ييجي اقتران يصير مع بلوتو ويعمل زاوية تربيع مع أورانوس مزان واحد إلو بالاتصالات بالمواصلات بالبورصة بالأسهم إلو زاوية تربيع مع كوكب الثورات والانقلابات والشغلات المفاجئة جدا نعم مع كوكب الحرب والتمرد والأشياء العنيفة جدا بدي يعمل ثلاث زوايا يعني ثلاث زوايا بدون يكون الموجودات في نفس الفترة في نفس التأثير منشوف أول إشي بتركزولي على الجو شو رح يصير أربعة للجمعة أربعة جمعة اللي هي أوجها يعني بيطلع أربعة بتكون أضعف خميس بتكون أقوى جمعة بتكون أقوى وأقوى بعدين بتستمر معنا سبت للأحد أوكي ماشي نزيم هاي الفترة اللي هي من يوم الثلاثة بالليل تستمر معنا للأربعة لأحد اللي اليوم اللي أنا بدا جي يعني بكون فين إذا قدرنا نيجي لا إن شاء الله تقدر إن شاء الله ونقدر إن شاء الله فيعني هاي الفترة بتكون فترة حلوة بس أهم إشي أنا بالنسبة لعشان أقتصر عليكم شغلات معينة أهم التنبيهات اللي عندهم حساسية اللي عندهم ربو اللي عندهم أمور إلها علاقة بالتنفس بدهم يديروا بالهم كثير حاولوا أنهم يطلعوا حاطين كمامات يحاولوا أنهم يسكروا الشبابيك لأنه رح يصير في موجة غبار قوية جدا ثمين إنه ما في أمطار صحيح إنه الشمس بتنتقل ولكن يمتيجي في أول أيام انتقال الشمس ما بتكون لسه الشمس استقرت في برج الدلو فبتكون أول موجة هي عبارة عن غبار قوية جدا رياح سريعة جدا بدهم ينتبهوا للي قصوصا اللي عندهم تحسس من الغبار أو عندهم أي تعب رأوي هاي تنبيه يعني بترجع إنه يتاخذ بعين الاعتبار وأنه تأخذوا في الحكي هذا مش على الأردن بس لا بدكوا تأخذوا في هذا الموضوع لأنه هاي عملية الوقت إنه جاي عند الفجر بتأثروا مناطق الخليج عراق كويت الخليج العربي إجمالا الأردن مصر هدولا أكثر ناس رح يحسوا بهاي الأمور يعني على عكس المتوقع سعيد إنه قالوا برد وثلج لا هسا إحنا حكينا أول موجة أول موجة رح تيجي لأنه هاي شغلات مفاجئة احنا حكينا في مفاجئات في الفترة هاي مزين ومن البداية من زمان أنا زمان زمان شتم جنون صح هاي قمة الجنون في الزاوية هاي يعني جاية بفترة سيئة جدا بعديها مباشرة بتيجي اللي هي اللي هي عملية إنه لما بصير مع بلوتو عطارد مع بلوتو هنا بيكون إشي مش مفاجئ إشي واضح يعني مش زي أورانوس فبصير الإشي ثابت بالنسبة لحتى الأرصاد الجوية بتثبت الرؤية عندهم للأمور كيف جاية بالفترة الجاية حلو تمام يلا إن شاء الله نقول فترة وتعدي علينا على خير والسلام بإذن الله طيب سعيد إذن خلنا أخذ هسا فاصل نصف الساعة يلا 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 نأخذها خلنا أخذها فاصل ونجع ها سعيد شون الجوة يامك احنا هيك يعني حكينا عن شنو حكينا عن الجو يعني بشرناهم قلنا لهم شو الأوضاع اللي راح تصير اي ضل فيه شغلة ثانية قول يعني هو الجو وبسرعة هيك عشان ما حدا يسمع غير كؤة اي اشي راح يصير بالسياسة اي اي اوكي ما حد سمع محد سمع عشان ما بنا نحكي بالسياسة احنا اوكي اهم اشي انه المناطق المحتدمة المناطق اللي فيها عنف المناطق اللي عليها التركيز هاي الدول يعني اللي عنده سفر او شغلة يحترط بالفترة هاي لو يأجل سفره او انه يعني هو الأفضل انه يأجل سفره بالفترة هاي يعني هاي الدول اه اوكي ان شاء الله خير انه الوضع جد الزوايا هاي انا ما ب يعني ما بقدر انت عارف انه انا ما بقدر اصرح على الهواش والوضع ولا حتى على البيت ولا حتى مع حالي ولا انت صرح بينك وبين نفسك داخلي انه انا بحكي انه في هاي الزاوية اللي هي الاربعة خميس جمعة سبت هاي زاوية خطيرة جدا 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 رح تحمل في طياتها اخبار بتمنى وبتأمل وبتدعي انه ما تصير ان شاء الله يعني تمضي على خير باذن الله ان شاء الله طيب ساعد هسا احنا رح نبدأ ناخذ ابراجنا ايه ابراجنا حلو اعجبتنا ايه طبعا بالنسبة لبرج الحمل اليوم بما انه القمر صار موجود في برج الثور طبعا هم من امبارح بلشوا يحسوا بنوع من انواع اول امبارح وامبارح يحسوا بنوع من انواع التحسن تحسن ولكن تراجع الكواكب الثانية اللي موجودة اثرت عليهم انه مش التحسن المطلوب ولكن في ناس حسب طوالعهم حسوا انه فيه تحسن كبير في ناس ما حسوا انه فيه تحسن ولكن هو اجمالا حركة القمر اليوم موجود بالثور بعد شهر بدي يكون موجود بالثور بعد شهرين بدي يكون موجود بالثور بعد عشرين سنة بدي يكون موجود بالثور بدي يكون نفس التوقعات ونفس الإشي ولكن هي تختلف أنه إحنا من رتب صيغة الكلام بعد مرات على بعض الزوايا الأساسية أو الفرعية بتغير نوع من النص فإحنا بنحكي إجمالاً هاي القمر وجوده في هذا البرج أو في أي برج ثاني شو بعطي فرص معينة هي نوع من أنواع التذكير أنه ركز على هاي النقاط انتبه من هاي النقاط هاي النقاط بتفيدك هاي النقاط متفيدك وبس خلاص البرج لا وبس يعني وبس هنا هاي شنو بالنسبة للحمل اليوم طبعاً بالنسبة لبرج الحمل اليوم الأحد والاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء بيكون القمر موجود بالثور هاي الفترة حلوة يعني بتعطي فرص مالية ولكن في نفس اللحظة بتعمل نوع من أنواع المصاريف اللي ممكن تيجي أو رغبة الشخص من برج الحمل أنه يصرف أو يطلق يعمل شوبينج أو يشتري أشياء ما إلها ضروري أو يشد على نفسه في نوع الالتزامات المالية أهم شيء أنه ينتبه للأفكار السوداء ما يوقع على عقد ولا يباشر في عمل يأجلها لليوم اللي هي لأيام ما بعد الثلاثاء من صباح يوم الثلاثاء وحتى عصر يوم الخميس طبعاً حركة الأسبوع هذا أنه ثلاث أبراج بس القمر رح ينتقل فيها نعم فرح تكون الأحداث تقريباً طويلة شوي على كل الأبراج مزين فمن صباح يوم الثلاثاء حتى عصر يوم الخميس هاي من الفترة من الضروري عدم الارتجال للواقف ما تقلق بشأن أي أحد يعني ممكن أنه يصير أي ضرف يقلق تقلق من وراء تقلق منه كلها بلقاف يخلقك أوكي فهنا أنت يبدك تنتبه لهذه الأمور ممكن أنه يصير في ضرف معين عند أحد أفراد العيلة هاي بتخليك تنتبه لها أكثر التأثيرات الفلكية تسمح لك في هاي الفترة أنك تتواصل مع الآخرين وتعبر عن وجهتنا رأيك أما بعد عصر يوم الخميس ولغاية مساء يوم السبت وهنا هاي الفترة بتكون فترة تحمل بعض الالتباسات ممكن طباعك تكون متقلبة ممكن إشي يصير يعكر مزاجك على نطاق البيت والعيلة بدك تكون منتبه لها هاي المقطة أما بالنسبة لبرج الثور طبعا يوم الأحد اللي هو اليوم ولغاية صباح يوم الثورة بتتمتع بحضوض كبيرة طبعا مع وجود القمر في برجك بتتلقى جواب ممكن تتحمس لتطبيق نظرية أو فكرة جديدة ممكن ترغب بالتجديد واتخاذ قرار حاسم هاي المرحلة بتنهي فترة المراوحة اللي أنت حسيت فيها فترة 15 يوم ماضيات أو أسبوعين بلشت هسا أنت تتحرك لأنه من عندك ببلش يتحرك وبتحسب درجات اللي تنقل القمر في الأبراج البعد يعني زي الجوزاء سرطان أسد خلال الفترة القادمة أما بالنسبة من صباح يوم الثلاثة وحتى عصر يوم الخميس هاي الفترة بتضطر لمساعدة أحد أو بتطلب المساعدة والتأييد بالرغم من كثير من الأعباء والأشغال ممكن تحقق إنجاز رائع وبتلعب دور مهم وفي نوع من أنواع المصاريف ممكن تيجي من ناحية استشفائية أما عصر يوم الخميس وحتى مساء يوم السبت زيارة أو خبر بفرحك الظروف بتشجعك على توسيع دائرة التحرك ما تظل متفرج بالعكس تحرك واستغلها عندك قدرة على استعاب الأمور بمهارة والتنقل والحوار والنقاش وممكن يصير عندك ناس أشخاص منهم يكون عنده حبلة سفرة أو شغلة زي هيك الفترة تكون مناسبة لهذه الأمور بالنسبة لبرج الجوزاء طبعا من اليوم لغاية صباح يوم الثلاثاء بتهتم للأوضاع المالية بتخود تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك كن حكيم في توظيف الأموال وإسعى لتحسين ميزانيتك ممكن تحصد ربح أو جائزة أو اللي ببحث عن عمل في خلال اليومين الأيام هاي ممكن أنه يلاقي ضالته من صباح يوم الثلاثاء أو حتى عصر الخميس بتبدأ الأعمال اللي عندك يعني فيه نوع من أنواع الحركة الجديدة بتكون خصوصا من ضمن مجموعات بتتحمس اللقاء الناس والتعارف بتتمتع بطاقة ذهنية كبيرة بتخولك أنك تخود تجارب وانتحانات صعبة وتنجح فيها النجاح ملفت للانتباه أما من عصر يوم الخميس طبعا هنا بكون القمر صار موجود بالسرطان بتفرح لتسوي مالية أو مصالحة ممكن تدفع مبلغ من المال لتصليح إلو علاقة بالمنزل أو تزديد قسط معين نظم مصروفك ممكن تجد نفسك محتاج لمساعدة مالية أو دعم معنوي حلو جميل جدا بالنسبة لبرج السرطان طبعا يوم الأحد برضو لصباح يوم الثلاثاء بيكون الحديث في مواضيع متعددة وكثيرة بتتمتع بسرعة البديهة والحيوية الكبيرة بتناقش مواضيع مهمة وبتلفت الأنظار لإلك أما من صباح يوم الثلاثاء وحتى عصر الخميس الوقت غير مناسب لبدء أي مشروع أو حسم أي أمر بتعاني من تأخير أو من بلبلة حاذر الفشل أو سرقة أو مرض فترة فاشلة ممكن أنها تشوه يجيك نوع من أنواعش تشويه لسمعتك أو الانتقاد أو الثم أو شغلات مثل هيك فبدك تنتبه بالفترة هاي أما من عصر يوم الخميس ولغاية مساء يوم السبت بالنسبة لبرج السرطان بيكون القمر برضو موجود بالسرطان وأنا بتعرف تطورات مهمة وأخبار سارة بتهتم لبدء خطة جديدة وللتطوير حياتك بتتحسن المعنويات وتستعيد حماستك بتسمع خبر ساره وتفرح لإنفراج أو حسم بتعيش أفضل الفرص والحضود نعم جميل بالنسبة للأسد المسكين طبعا الله يكون بعونه بما أنه حكينا أنه الشمس بدا تكون موجودة في الدلو هي مقابل رح تمتص من طاقة تعته وعنده بالعقرب اللي هو البيت الرابع اللي هو علاقة بالبيت المريخ بيت المال تراجع للمشتري بالجديد هو البيت السادس اللي هو الصحة برضو عنده عضارد بيتراجع فبدهم ينتبهوا على هاي النقاط اللي أنا أكثر شغلة حكيتها اللي هي المال الصحة النفسية والحساسية والعصبية داخل البيت الأغلبية داي يسئلون على الصحة أكثر شيئا طبعا لأنه عطارد تراجع بالجديد يأثر على صحة الأسد بشكل كبير نعم يلا أنا مريض أنا مريض كمان ربي يشفي الجميع إن شاء الله ماكو أي أمراف شفت قلوب الأسود كنا مع بعض يا من مؤسرين مؤسرين يشي البعض الحمد لله وشكر زين برج الأسد نحكي بجدية لأنه عند الأبراج هاي إحنا منصر نتمسخر لا ولو فأنا اليوم بدأ أحكي بجدية عشان يعني في صديقة إلنا أماني الله يرضى عليها انتقدت إنه إحنا عند الأسد والعقرب والحوت منصر نتمسخر ومنحكيش بجدية ومنضيع البرج ومحدش بفهم علينا لعدة فضل قول يوم الأحد والاثنين حتى صباح يوم الثلاثاء تشعرون ببعض التعب وتفضل الوقاء في المنزل والابتعاد عن الأضواء لا تغامر باستقرارك الشخصي من صباح يوم الثلاثاء وحتى العصر الخميس تتشجع على توسيع دائرة تحركاتك بتحمل هذه الفترة تضامنا أو توافقا نسبيا ركز على طاقتك ثابر ولا تستسلم من أفضل أيام للحشد والتحالف والمساعدة والشعبية جميل جدا أما من يوم اللي هو حكينا عنه الخميس وحتى مساء يوم السبت ممكن أنك تقع ضحية التباس أو فوضى ما تجازف بأي جديد كي لا تصاب بخيبة الأمل تطلعك يعني بتطلعك هاي فترة ضعيفة وفارغة تماما من الحيوية والحصانة والمناعة وما تجازف لأنه بكون القمر في بيت المتاعب يعني من ابتداء من يوم الأحد الجاي بتبلش وتحسوا بالتحسن بس برضو حكينا أن الشمس موجودة في المقابل فرح تضغطك فأدير بالك بالنسبة لبرج العذراء يوم الأحد والاثنين وحتى صباح الثلاثاء طبعا هون لازم نضحك إحنا لأنه ننبسط كم من نبسط نخلصنا إحنا من الأسد يوم الأحد طبعا ولغاية صباح يوم الثلاثاء بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات ما تضيّع عليك فرصة التقارب والانسجام من صباح يوم الثلاثاء وحتى عصر يوم الخميس ممكن أنك تتجه باتجاه خطوة جديدة وجريئة ويكون رأيك مهم وحضورك لافت هذه الفترة الأكثر يعني بتيجي توتراتها بس على الجانب العائلي وعلى نوع من أنواع التنقلات بالسيارة فبدو ينتبهوا من الحوادث ومن المخالفات اللي العلاقة بالسيارة أو أنه ينسوا أشياء أثناء السفر نعم نسق أعرف أنك كيف تنسق أعمالك في فترة من إلى غاية عصر يوم الخميس أما من عصر الخميس وحتى يوم السبت أنت بحاجة لإعادة التواصل مع أحدهم ممكن تتفق مع بعض الرفقاء أو الجماعة في مشروع معين وتلعب دور ناشط أنت بحاجة إلى كل الدعم والتعاطف فلا تسبب النفور نعم جميل جدا بالنسبة لبرج الميزان يوم الأحد والغاية التلاثاء صباحا باكر إلى عملك ولا تلتهي يعني الإنشغالات كثيرة ممكن تنجح في إتمام مهامك نظم وقتك وما تقصر من صباح يوم الثلاثاء ولغاية عصر الخميس بتتحسن المعنويات وتفرح لإنفراج بتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك أهم شيء أنك تحضر لعملك وراعي وضعك الصحي فترة إيجابية أما من عصر الخميس ولغاية مساء السبت لا ترتجل أي عمل وما تستخف بالواجبات الأضواء مسلطة عليك يعني سهل جدا أي واحد ينتقدك أو يصيدك إن أهملت في واجباتك نعم أما بالنسبة لبرج العقرب نعم يوم الأحد ولغاية من اليوم لغاية صباح يوم الثلاثاء حافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك وما تعرض لقاءك لأي فشل ممكن من توترك ممكن هاي الفترة تسبب لك نوع من الفترات التعيسة حزن تشعر بالظلم بالقاهر تتذكر مواضيع قديمة تقعد تبكي لحالك ما تيأس كون صبور ولعلك تنجح لازم لازم أحط لك إياها ده كل فكرة عندي على البيج الدخولي بتلاقي معظم تبعين العقرب لعلك تنجح لعلك تنجح كاتبي ليها في الكومنتات يعني صارت معروفة هاي أنه أنا بحكي على العقرب من صباح يوم الثلاثاء وحتى عصر الخميس بتبدأ في مواجهة سلبية الموجة عفوا 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 لا احنا ما قبل الثلاثاء في موجات سلبية ولكن ما بعد الثلاثاء لأنه القمر بصير في الجوزاء الموجات السلبية بتبدأ بالانحصار تدريجيا ممكن أنك تشكو من بعض التعب والإرهاق الجسدي والذهني استريح وخد نفس عميق استشر أهل الإختصاص قبل التوقيع على أي عقد أوهض أم أوهض أوهض أما من عصر يوم الخميس إلى مساء السابت بتعيش لحظات جميلة جداً فالحضوض قوية إلى جامبك الله فلا تستسلم ثابر ولا تخشى من أي شيء جديد افرض أفضل الفرص والحضوض رح تكون معك من الخميس لمساء يوم السابت حلو جميل أما بالنسبة لبرج القوس يوم الأحد طبعاً لا صباح يوم الثلاثاء سارع في تهدئة الأجواء هاي الفترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير بتتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أن تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي من صباح يوم الثلاثاء وحتى عصر الخميس حاذر من الخلاف والجدال تبدو متقلب المزاج وربما تتسبب بورطة أو أزمة أما من عصر الخميس إلى مساء السابت طبعاً سارع إلى تصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين لا تسمح للخلافات بالتأزيم أو يتأزم الوضع عندك لا سيما مع الأحبة ناقش وفاوض وما تتهرب من المواجهات تمام تمام بالنسبة لبرج الجدي يوم الأحد والاثنين وحتى صباح الثلاثاء بتعيش لحظات سعيدة وناجحة نسبياً حاور فاوض وروج لأفكارك وكن واثق من نفسك من صباح يوم الثلاثاء وحتى عصر الخميس لا تسمح للواجبات بالتزامن والارتباك كن أكثر تنظيماً وأحسن إدارة تجنب إثارة العداوات وأهمال وضعك الصحي نعم أما من الخميس ولغاية مساء السبت هو من فترة التوتر وفترة تتطور فيها أزمة معينة ممكن تضطر للإبطاء بمسار معين أو بأمور معينة فحاول أنك أنت تتفادى وما توجه أي انتقاد لأي أحد حالو بالنسبة لبرج الدلو طبعاً يوم الأحد ولغاية صباح يوم الثلاثاء ما تشوه سمعتك الظروف كلها بتكون ضاغطة ممكن تحمل لك فرصة عمل مهم أو شغلة مثل هيك ولكن بدك تنتبه أنه ما تترك الطيش والسهو بتتسببه بأخطاء لا تقتفر من صباح يوم الثلاثاء وحتى عصر الخميس بترتفع الحضوض وبتسمح لك بوجود القمر في الجوزاء السفر بتزديد هدف مهم هذه فترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظاً ما تضيع الوقت الثمين بالعكس حاول أنك تستفيد من الفترة هذه أما من عصر الخميس إلى مساء يوم السبت بتكثر اللقاءات والاجتماعات وبتحضر ممكن تحضر لورشة عمل ممكن تهتم بموضوع صحي ممكن تكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها كن حريص على عملك وباكر إلي تمام بالنسبة إلى برج الحوت من يوم الأحد طبعاً صباح الثلاثاء أطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء والجيران ما تظل وحيد أخرج للقاء الناس من صباح الثلاثاء وحتى عصر الخميس ما تتهرب من المسئوليات وإن كترت نظم وقتك جيداً كي تتفادى أي تقصير كن منتبهاً لسلامتك وليهدوء أعصابك الجو متوتر فلا تعاتب الأحباء ولا تلمهم فترة مناسبة لتغيير في حياتك الشخصية أما من عصر الخميس وإلى مساء السبت تحتفل بإنجاز أو انتصار وممكن تنمو في هذه الفترة علاقة معينة وتزدهر فترة مثمرة وكثيرة الإنشغالات والتحركات لكنها فترة حض ونجاح وتقدم تمام هيك نكون إحنا خلصنا على كل الأبج تمام طيب سعيد والحمد لله إن مهدية بالك يعني يعني خلصنا الأبراج يعني قبل ما تنتهي الحلقة الحمد لله يعني كل مرة بتوتريني تلعبي بأعصابي ومش قادرة تحفظي من سنتين صارنا مع بعض ما أدري خلصنا إرادية وإحنا بنقول لك يعني بتمشي مع الدق ما والله محسوب عادن عادن إحنا ليش طولنا أساساً في النص الأول حتى ناقض التوقعات لأنه حكينا حركة الكواكب وهان كواكب شنو؟ كل اللي حكينا في الأول كواكب شنو؟ آني لا 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 دقيقة آني آني داقول الكواكب آني داقول الكواكب شنو؟ وإمكان محمين بحكينا الله يسامح تعالي آني داعت على كلمتي آني غلط من عندي المهم سعيد هنا أنا بس كل الأسئلة تجي مثل ما قلنا على الصحة بالنسبة للأسد وأنت شرحت هذا الموضوع بالنسبة للسفر أنا بحكي أنه الفترة هاي إلى رائد رائد بقوله أنه الفترة هاي لسه في ضغط موجود لحد يثما ينتهي تراجع وطارد بتفتح الفرص أكثر وجود الشمس في الدلو ولكن ما بعد 25 الشهر ممكن تعطيك نوع من أنواع الشنس لعملية السفر ولكن ما راح تكون مجدي أفضل فرص إليك أنت عشان عملية السفر هي بتكون اللي هي فترة وجود في برج الحمل اللي هي فترة من 5 أربعة لـ 30 أربعة هاي فترة ممتازة جدا إن شاء الله تعالى وفي النهاية منقول الله أعلم ومنقول يا رضى الله ورضى الوالدين وإن شاء الله منشوفكم يوم الأحد القادم بإذن الله بتوقعات الأسبوع القادم شكرا لك آيات شكرا عمار شكرا لمستمعيننا وسامحونا على مصخرتنا معكم شكرا جزيلا اختمي آيات شكرا سعيد طبعا وشكرا على هالمجهود الرائع لدائما ذات بذلويانا من فترة كلش طويلة مستمعين إذن إحنا يتنكون أنهينا حلقتنا لهذا اليوم من كابوتشينو تقبلوا تحياتي آنيات العزاوي من خلف المكسر عمار العزاوي نلتقيكم باتشر باي باي